معي مباشرة من دير البلح الصحفي أسامة الكحلوت أهلا ومرحبا بك أسامة لعلنا نبدأ بالجزئية التي كنا نتحدث عنها إذا سمحت متعلقة بالميدانيات جيش الإسرائيلي يتحدث عن أن حماس فقدت السيطرة على الشمال بدلالة نزوح السكان من هناك إلى مناطق الجنوب في الوقت الذي عرضت فيه حماس مجموعة من الفيديوهات التي تؤشر إلى استهداف دبابات ومجنزرات لربما أو آليات عسكرية إسرائيلية ما الذي يقرأ في التقارير التي تؤشر إلى طبيعة الحال الميدانية نعم أحمد تحاول إسرائيل في كل الروايات والأخبار التي تبثها على نشر روايتها ونشر ما تتمنى أن يكون هناك في المنطقة الشمالية لقطاع غزة ولكن شمال قطاع غزة الآن لا يحتاج إلى سيطرة خاصة أن أعداد كبيرة من سكان هذه المناطق أخلوا منازلهم واتجهوا إلى مناطق جنوب قطاع غزة يعني هناك العناصر الأمنية التي ليس لها علاقة بحركة حماس فلق إنهم فقط يعملون في أجهزة الشرطة الفلسطينية هم الآن يحافظون فقط على الأمن في أماكن تجمعات المواطنين وأماكن المدارس الإواء والمستشفيات هناك عناصر بزلي مدنية يحافظون على الأمن في مناطق مختلفة في مناطق قطاع غزة وخاصة أماكن التجمعات منطقة شمال قطاع غزة لا تحتاج إلى سيطرة الآن هذه المنطقة مقلاب الكامل باستثناء بعض سيارات الإسعاف المتواجدة والكثير من المواطنين يتواجدوا داخل منازلهم ولكن لم يوافقوا على إخلاء منازلهم والخروج والنزوح إلى مناطق جنوب قطاع غزة نحن هنا نتحدث يا أسامة عن بيت حنون وبيت لاهية جبالية كل هذه المناطق أكثر الأماكن التي يمكن أن نتحدث عنها هي منطقة بيت حنون هذه المنطقة نتحدث عنها مخلاب الكامل خاصة أنها منطقة حدودية قريبة من استياج الفاصل ويسهل سيطرة الجيش الإسرائيلي عليها وتكون هناك مقاومة شرسة وهناك اشتباكات حتى هذه اللحظة في هذه الأماكن بالإضافة إلى منطقة بيت لاهية إلى جانب منطقة بيت حنون على طول السياج الفاصل هذه المنطقة الحدودية بالإمكان الحديث على أن الكثير من المنازل مخلاة في هذه المنطقة ولكن في قلب المنطقة في منطقة بلدة بيت لاهية هناك الكثير من السكان ما زالوا يتواجدوا داخل هذه المنطقة ولكن نتحدث عن المنطقة أشبه بالغابة يعني لا سكان لا محلات غذائية لا كهرباء لا مياه وبالتالي عدد قليل المتواجد داخل منزله جميع هؤلاء نزحوا بسبب كثافة النيران وكثافة القصف والتدمير والقوة التدميرية للصواريخ المقاع على منازل المواطنين بشكل عشوائي في هذه المناطق المدفعية الإسرائيلية لا تتوقف عندك كل الشريط الحدودي ومنازل المواطنين والقصف العشوائي ومسح المربعات السكنية قبل مغادرة المنطقة الشمالية قد زرت بيت حنون في أيامها الأخيرة قبل المغادرة لم نشاهد مواطن يسير في شوارع بيت حنون تم مسح مربع سكني وتوجهت لتغطية هذا المكان وجد أن المربع المسورة كيف كانت ظروف نزوح المواطنين لو سمحتها يا أسامة يعني أشارت بعض الفيديوهات بأن عددا من المواطنين كانوا قد تركوا منطقة الشمال سيرا على الأقدام بعض الفيديوهات أشرت إلى أن الناس مشوا على أقدامهم مسافة ثلاث ساعات للوصول إلى وسط قطاع غزة نعم أحمد حقيقة مشهد مؤسف اليوم خاصة أننا شاهدنا آلاف من النازحين كانوا من منطقة الآن استهداف هنا على مقربة من مستشفى شهد الأقصى قد يكون هذا الاستهداف في منطقة النصيرات استكمالا للحديث كان هنا الحديث مؤسف جدا والمشاهد مروعة خاصة أننا شاهد آلاف النازحين من منطقة الشجاعية بيتلاهية أجزاء من جبالك هناك نزوح إلى منطقة جنوب قطاع غزة شاهدناهم يسيروا مشا على أقدام مسنين أطفال سيدات كبار سن ذوي احتياجات خاصة جميعهم كانوا متجهين إلى منطقة جنوب قطاع غزة مشا على الأقدام من منطقة حي الزيتون في مدينة غزة إلى منطقة البرج مشا على الأقدام لأكثر من ثلاثة ساعات ثمانية كيلومترات تقريبا الكارثة نتحدث عن نساء وأطفال وشيوخ نتحدث عن سكان بمختلف المراحل والفئة العمرية عائلات بأكملها كانت تنزح ممنوعة من حمل الأمتع والشنط فقط يسمح لكل شخص حامل أبناءه فقط والسير مشي على الأقدام لا نتحدث هنا فقط على ساعات المشي أو على المدة التي يمشوها أو على المسافة التي قطعوها من منطقة حي الزيتون إلى البرج لكن تحدث عن كارثة أكبر وتم استهداف عدد منهم وتم أتقال جزء آخر على أمام الدبابات التي اضطروا إلى المرور من أمامها سيدة قالت أنه تم أتقال ابنها أمامها ووضعوه بجانب الدبابة تم اتخاذ عدد من الدرع بشري سيناريو استهداف النازحين الذين يخرجون بتوجيهات إسرائيلية من مناطق الشمال هل تم أيضا إعادة استهدافهم أسامة؟ كان هناك استهداف في الأيام الأولى وما زالت حتى هذه اللحظة الجثث والإصابات متواجدة على مقربة من الدبابات ولم يتمكن أحد من الوصول إلى هذه الإصابات أو حتى الضحايا المتواجدين على مقربة من الدبابات هنا الدبابات والجيش الإسرائيلي وضع هذه الجثث على مقربة منه ويضطر جميع النازحين إلى المرور من جانب هذه الجثث ومشاهدة الجثث المتحللة على مرأة الجنود الإسرائيليين سمحني يا أسامة إذا عم أستوقفك كثيرا بعض اللمحات بحاجة حقيقة لنقف عليها أكثر نتحدث عن جنود إسرائيليين بدباباتهم يشاهدون جثثا لفلسطينيين كانوا قد تم استهدافهم ويمر النازحون من أمام هذه الجثث بوجود الجنود الإسرائيليين نعم هناك إصرار من الجنود أن يمر كل نازحين من أمام هذه الجثث ولا يستطيع أحد من النازحين أن يقدم أي مساعدة أو انتشال أحد الضحايا أو نقضل الإسعاف أو محاولة نجدة أي مصاب متواجد على مقربة وضعوا هذه الجثث حسب ما فهمنا من النازحين الذين التقيناهم اليوم وضعوا هذه الجثث وكدسوها على مقربة من الدبابات واتخذوا أيضا بعض النازحين تم اعتقالهم ووضعوهم كدرع بشري محيط بالدبابات حتى يقيهم من ضربات المقامة الفلسطينية كان هناك عدد كبير منهم تم اتخاذه درع بشري هناك تم اعتقال أكثر من شخص في أماكن الذين نزحوا في حاجز الشهداء في منطقة مفترق الشهداء من أمام الدبابات هناك محاولة للتنكيل كان هناك الجيش الإسرائيلي هذه المشاهدات نقلها لك المواطنون أسامة أفوان أقول هذه المشاهدات نقلها إليك المواطنون الذين كانوا قد شاهدوا ومروا خلال هذه التجربة القاسية نعم نعم الجيش الإسرائيلي قبل يومين نشر فيديو التقطه أحد الجنود المتواجدين على دبابة إسرائيلية على مفترق الشهداء على شارع صلاح الدين التقط هذا الفيديو لمسير عدد كبير من النازحين يسيروا يحملون الرايا البيضاء ويسيرون باتجاه المنطقة الآمنة في جنوب قطاع غزة ولكن هذا ما يروجه على أنه نزوح آمن ومر آمن ولكن ما يجري في الحقيقة هو عملية اعتقال النازحين استهداف وإيقاع أكبر ضرر وإصابات وضحايا في عدد كبير من النازحين بين فكي دبابتين هناك تتواجد على مفترق الشهداء على شارع صلاح الدين دبابتين على مقربة من بعضهما البعض ويضطر النازحين من الدخول من وسط هذه الدبابات ولذلك هناك عملية تنكيل في بعض النازحين من خلال الاعتقال من خلال استفزاز النازحين من خلال استهداف بعضهم كان قبل يومين باطلاق النار على عليه بشكل مباشر واستهداف سياراتهم ولذلك كل النازحين قالوا لي اليوم خلال لقاءهم على منطقة وادي غزة هو المكان الأول بعد منطقة تواجد الدبابات أنهم شاهدوا جثثا ملقاء على طرقات وجرحى ملقون على طرقات لم يتمكن أحد من انتشال أي ضحية ومحاورة إسعاف أي مصاب أو جريح من الاستهداف الإصلاة نتحدث هنا عن مسنيين ذوي احتجات خاصة صاروا ومشوا تقريبا أكثر من ثمانية كيلومترات منهم جاء من منطقة لتوام وهي المنطقة التي يدور فيها اشتباكات الآن مع الجيش الإسرائيلي صار من هذه المنطقة وصولا إلى منطقة الدبابات سمحني على المقاطعة يعطيك العافي أيضا من دير البلحة الصحفي أسامة الكحلوت في الساعات المقبلة يعني إفادات ورسائل مباشرة نستوفيها معك شكرا جزيلا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر